انت بتاع تبراهز ولا غيره ده ولا تصلح اسموتي زوتك بقى يا حبيبسي لأ انت بس انت حاسها كده بس عشان دي ساعة غضب تخلعي دوافره ايه بس ياسمين معلش ممكن بس تهدي علشان نعرف نهال المشكلة ايه عايزة ايه اجيبلك ايه مكنة لحام تلحمي في ايه او انت عايزة تقطعيه الاول وبعد كده تلحمي لا طبعا مش هيقف من جانب جامع لا ولا الخوازي مش هكاية تحاسبين يا ماجي يا بنتي يا خاية حكاية حكاية فلوس يعني يا ملح مينة معجوزة ليه كده ما تطفل في صدر وسجاير ولا تسيب عليك لاب ولا اي حاجة اوفر وانضف يا بايا على كركع السي ما هو برضو انت انت اللي غلطت انا ياسمين ياسمين يو ده فصل شحن طب يلا بقى بسرعة شوية عشان نلحق الجريمة دي قبل وقعها بقولك ايه مش افشته خليها تروقه يعني ده اصلا غابي من زمان بص هو انا بصراحة حسن موضوع الدعبسة ده هو اللي بيجي بمشاكل اهه طب هتسري فونك كده ايه بتعمل ايه انت بجنون في ايه لا لا انا بس كنت بفادي المصيبة اللي طلعت قدامي فجأة دي مصيبة ايه ده الطريفة دي اهو هتبس تسري فونك علشان اللي بنت هتبوت الراجل وانت بقى اللي هتغيري الاقدار ها هتقف قدام قضاء ربنا اللي عمار بيادي الله ولا انت نسيت يا ستهان طبعا طبعا نسيتي ما احنا بعدنا عن ربنا من ساعة ما بعدنا عن ربنا وبقينا نطلب موبايلات الناس وستغفر لها العظيم يا رب لا بقى انا مقلتش كده انا بس عايزة ااخد تليفونك اكلمها عشان تعرف ان احنا في الطريق ما هيعرفت ان احنا في الطريق قبل ما تليفونك يفصل شحب وبعدين وبعدين التليفون ايه اللي انت عايزة انا ممكن اديكي اغلى من التليفون مئة مرة انا ممكن اديكي ممكن اديكي روحي وحياتي رم عليش انا عايز يقليك سؤال اوه انت مبقتش بتخاف عليها خالص انت مش عارفة مثلا إن الرصيد اللي معايا في التليفون ده ممكن يكون فيه آخر جنيه هحتاجه مثلاً أطلب الإسعاف لو عملت حادثة أطلب البوليس لو اتخطفت الخاطف يكلمك يطلب فدية الفدية يتكلمك علشان تطلب أوردر أي حاجة خلاص مش هكلمها أوكي بس هاتي الفونك أبعت لها واتقاب بس واتساب عشان تشوف صورتي اللي على الواتساب آه يا بارد داي اللي ما عندكيش نخوة نخوة ليه يعني وانت قلع لا لا ريم لو سمحت لو هنتكلم مع بعض بالأسلوب ده وقلع والجو داي بقى بلاش خالص لو سمعت حبيبتي أنا صورتي اللي على الواتساب هي وانا معاكي وصعداء كده مع بعض وبنحب بعض عايزة تبعتها الهدي دلوقتي وهي بتقلع دوافر جزهة تقوم تقوم تحسدنا أوه لأ تصور ما خدتش بالي لأ معنىش يا حبيبي معنىش تحسدنا أوه لأ تحسدنا طب ايه رأيك أصورك وانت بقى بمكشر كده ونحط الصورة دي على الواتق بدل الموجودة هات 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 كل حاجة في حياتي هات ايه؟ هات تليفونك هات مصروف البيت هات قصة المدرسة هات فينو وانت جاي هات هات انا ايه ما عنديش مشاعر مش بني أدم؟ وانت مش رايز تديني تليفونك ليه وانت عندك أسرار بقى زي هاني انت كمان ولا ايه؟ لا لا انا مكنش متوقع الغادر منك خالص يا ريم ريم انت مفروض انت بقيت يا عرفاني يعني احنا بقينا عشرة يعني مثلا لو سمعتي فويس نوت مثلا بصوتي بتكلم بحب يبقى تعرفي ان انا بتكلم عنك لو شفت صورة انا ببعت وردة او قلوب حاجات كده تعرفي على طول انها ليكي لو لقيت صورة لي مثلا انا في الجيم معايا مثلا تلات بنات تتأكد ان التلاتة دول هما انت لو شفتيني اصلا في الشارع ماشي مع واحدة اكيد اقول اختك خرسي اختي عشرف مش شرف هنقعب بقى نقول اختي واختك وهم همك ونوصلها للدرجات دي وكل ده عشان ايه؟ عشان حت التليفون اه صح انت قلتها مش هنقصر بعض عشان تليفون صح؟ خلاص فهد تليفونك بقى ياضي اه انا ما عنديش تليفون اه انا نسيته في البيت التليفون التليفون يفاصل شحن فاصل خالص مفيش شبكة هنا اه اه انا تليفون مكسور اصلا لأ حافظتي التليفون مضر علشانك انا انا ما عنديش ستات يكلموا في التليفون انا ما عنديش ستات اصلا ما عنديش تليفون اصلا خلاص؟ ريم خلاص هي كلمة واحدة مفيش موبايل يعني مفيش موبايل عم هات تليفونك خلاص يعني ما بديهاش هاتوحشين يا بيهاش . اقولك على سر بص يا معلم لو عايز تعظم اي حاجة تفهى وتدي اهمية فضيعة بقل ازها كده اخبط قبلها كلمة سر بس كده اديها اللقب ده هي هاترقى نفسها تبقى نمرة واحد ازاي؟ مثلا يعني لو انت كاتب رواية اسمها البلوفر الأصفر مثلا دي مش هتبيع ولا فتلة ليه بلوفر الأصفر؟ كلام فارغ لكن لو اسمها سر البلوفر الأسفل خلاص مبروك انت في الطبعة الكام دلوقتي احنا اشترينا كمية كتب صفرة عشان بس اسمها سر لأي كلام عندك مثلا لما واحدة تقول لك أنا جالي عريس شو تبص الحدث تافي جدا تقليدي ومكرر واحدة بنت في سن الجواز يمكن هتتجاوز لكن لما تعاملت معها لانه سر تحول الى حدث جلال او مثلا ليقول لك ايه هولف على حاجة كأني ما قلتش طب اعمل ايه؟ طب ما تقولش لا هقولها بس كأني خش اكتب على جوجل مثلا كلمة سرل واستنى هتلاقي جوجل مطلع لك بقى ايه؟ كمية هيافات سر البطاطس المقرمشة سر البسبوس الجاهزة سر الغمزات سر الخالطة سر الرقم 13 سر الكون زي بالظبط كلمة شاهد قبل الحسف اللي بتخلي الناس تشاهد فعلا ده مرة كان فيه فيديو عنوانه انظر فضيحة سبونش بوب اللي ممكن يفضح سبونش بوب اكتر من انه سفنجة لابس بانطلون مقلوب هيطلع ايه يعني هدومة قلعت في المشهد بالغلط لما تلاقي حده حطت كلمة سر قبل اي اهداف عظيمة اعرف انه نصاب زي اللي يقولك مثلا انا بعمل محاضرات عن سر النجاح بزمتك انت فيه حد في ايده سر النجاح ويبقى واقفة المهببة دي تحت شمسية في المكان المقزس ده والشاكة عرقان كلا دواير مش معقول يعني مش ممكن اول يونشر كتاب 798 صفحة عن سر السعادة الزوجية هو لو يعرف سر السعادة الزوجية كان لقى وقت يكتب كتاب زي ده مكان روح ينبسط بقى مع مراته ويعود ينبسطه فيه بقى كمان نوع مركب من الاسرار اللي هي الاسرار اللي مبنية على بعض سر على سر على سر لحد ما عملت كلكيعة كبيرة جدا مش عارفين اولها من اخرها في الغالب دي بتبقى اسرار الستات على فكرة اديك مثال فاكر لما تكلمنا على سر العريس اهه ده بيتبني عليه سر معادل خطوبة سر معادل خطوبة ده اللي بيبقى مقتصر على نخبة من اهل الثقة وبيتكتم عليه جدا بعد منه فيه سر ترتيبات الجواز ده هتحس انه ده عملية الحفار فقى مش جوازة بعدين سر الحمل الرهيب تفضل مكتمة على سر الحمل ده على زميلاتها في الشغل لحد ما يجيلها التطلق شخصيا وتنكر برضه تقول لك اصلا لا القول ام بهدلني وتروح على المستشفى واللي شايف ان اسرار الستات هايفة احب اديله فكرة عن اسرار الرجالة احنا كرجالة ممكن ندفع مبالغ كبيرة جدا ونورط نفسنا في حاجات كنبيالات ووصولات نبيع بيت الظاهر وكل اللبش ده عشان نحتفظ بسر واحد خطير وحساس ومزل لما الراجل مننا ينغل في بولة الستيميشن وبعد ما يلعب كتير في اخر الليل يطلع الكوز السر ده لازم ان يموت معاك ودي مش اهية في اسرار الرجالة دي مجرد نقطة في بحر بس انا مش هقدر افشي ولا افشي لا افشي بقى لا افشي افشي بقى وافشي معاول لا اتمنورنا اعظم سر بقى في العالم موبايل الراجل حياته كلها فيه الصندوق الاسود تلاقيه قفله بقفله ورزة ورامل مفتاح وكل ما يجي يفتحه ويطفش الرزة من الاول مش مستدقين يشوف كده اي راجل بيبقى شكله عامل ازاي لما امراته تقرب من المنطقة المحزورة اللي هي عشرين متر حوالين الموبايل سلك شائك بقى وكلاب بوليسي بعدين كتائب مشاه فيه مدفعية تقيلة وطيران الطيران ده هو بقى فاهم يا هو اللي بيطير لما هي تتحرك تمسك يوم هو طالع على الموبايل اخده وحطه في حضنه فاهم وطبطب عليك ويزعع فيه لبش تخلي بالك الموبايل كان هيقع حبيبي هو طبعا بيستهبل وكان هيقع في ايديها طبعا وهو نايم لو يعرف يبلع الموبايل ويشيله في معدته هيعمل كده في الاخر بينايمه جنبه بحجة انه هو زابط المنابة عشان روح الشغل الصبع برده تلاقي مراته تتلائم عليه تقوله حبيبي بقولك ايه بيقوله ما تحطش الموبايل جنبك وانت نام عشان الزبزبات مدربة انا بحب الزبزبات زبزبينة ارتاح انت زبزبينة في حالي بس افرض بقى ان الخطوط الدفاعية الامامية دي كلها اخترقت والموبايل وقع في ايد مراتك اي ستر اه طبعا انا مقصدش فتحته المهم الموبايل لو وقع في ايده انت بتضطر تلجأ لحرب شوارع تنزل بقى بالمقاومة الشعبية تضرب ازاز ملوتوف في الشقة تخطف حد من العيال وتطلب فدية اي حاجة ولو كل الجهود دي فشلت ولسه مش عاوزة تسيبه ما قدمك شغل حل واحد يا روح ما بعدك روح اخدش لها الحلة التفالي جديدة هي لو سمعت بس صوت حكة المغرفة المعدن فقار الحلة هي بقى قدامها يعني يومين ثلاثة على الاقل على ما تفوق من الصدمة وتفكر موضوع الموبايل ده تاني وتكون انت برضو قمت بالسلامة وخرجت من المستشفى اشهر سر بنستخدمه يوميا هو كلمة السر اللي هو الباسورد يعني بتاعت الفيسبوك بتاعت الموبايل الايميل اي حاجة من دول بهدلة بقى يا عمنا لو نسيت واحدة من دول بالذات بتاعت الايميل وحشة هوي لو نسيتها بتطلع لك مدام عفاف بتاعت الايميل تحس ان الجهاز تحول لما ده والنبقى استاذ شايتلينا كده على اللغة دي كده هو بتاعت الكيبورد لا يا مدام حرطت كله تمام طب بالنسبة للباسورد بقى متشوف لناش مش شغلة ليه طب عشان اعديك انا متأكد الباسورد سليمة طب واليوزر كتبت اليوزر عرضك احمد امين اتمي اهو سليم بردو شوف العطلة دي بقى اللهم اطولك يا روح انت روبوت يا ود لا تكون روبوت ولا حاجة عرضك انا في مصر ده علم ثالث يعني معقولة اجيب روبوت بالشق الفلاني اقعده على جهاز بألف جنيه عشان اخش على الايميل طب بص شوف لنا الصور دي هيا ان وكتب زيهم عشان اتاكد ان انت مش روبوت والله يا ود شكلك روبوت وهتتعبني بص خلاص عرفت عليهم دوس بقى على تشيك بوكس اللي هي اللي تحت هي اللي على الشمال دي اللي عند اساس متحت عشان الادارة محرجين علينا محدش عد من غير الباس وراضين انا بقى بأي حاجة عشان ابني سنوية عم يا عسل انت والنبي عسل كلنا اكيد في مرحلة ما خبنا السر بتاع ان احنا عملنا حاجات واحنا نايمين اللي هو سر الفطيرة طبعا ما بيبقاش سر بقى تاني يوم لان كل الجرام بيشوفوا المرتبة وهي على البلكونة ماما بتطلعها برة فوك وكده او سر محرج زي ان حد فتح عليك باب الحمام وانت مش مش مستعد او انك بتترعب من فيلم عنطر ابن شداد او ان فتاة احلامك في فترة كبيرة من حياتنا كانت فريدة سف النصر او انك كنت بتعايت وانت بتسمع اجنيت اتغيرتي للفنان علاء عبدالخالق او انك ممساحتش الهيستري بتاع الويب براوزر بتاعك والناس شافوك وده هيخسرك ناس كتير او مثلا ان انت عندك سكرت كراش بقى لك 18 سنة ومش عارف تقولها ايه لحد ما البنت اتجوزت وخلفت وزوت معاشها اسرار كتير يعني قديني قلتها لك كلها عشان تعرف ان انا ايه ما عنديش حاجة خبيها انا راجل كتاب مفتوح قلبي بفتأ يعني فيش اي سر خالص خالص يا حبيبي انا مفيش كده عيضة انت بقولك ابو حبيبي او انت اجرب كم في الحلقة الراجل مننا ما يقولش السلري بتاعه الا على رجب ده ولو جاه له مني بكسر يندفن معاه حضرتك بابا؟ ايه ابن الهابة اللي بتاعيو يا بابا ومال ماما من غيرشة وشالله لو سمحت الحجة عايزك الحجة؟ اهم طب ما تعرفش مامتك عايزاني في ايه بالزبط؟ افضل معايا وهناك هتعرف كل حاجة باهم اسمح لي بس اغير هدومي و انا هاجالها بنفسي عند الصفرة بعد المتش للأسف ماينفعش تعلماتي اني اصلك للحجة حالا يوم باين من اوله فاضوا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تقبلوا الله يا حجة منا ومنكم ايه ايه يا هناء ليه بعدت تجيبيني بالطريقة دي؟ طبعا انت عرفت اني تم تسريب معلومات غاية في السرية عن الشليل اللي اشترينا في السحل وعارف برضو المعلومات دي تسربت لمين؟ لما ليه يا حمادي؟ وانت فاهم كويس القانون هنا؟ طبعا البيوت اسرار يا سلمان ايوة انت بتقولي لي الكلام دا ليه؟ انت عارفة حاجة كويسة ان انا ولاق اليكي ولا يمكن اطلع سر البيت برا انا انا اكيد بريء هنشوف التحقيقات هتكشف كل حاجة تحقيقات؟ انا عايزة ساعدك يا سلمان بص يا حاجة انا 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 ماما ما صعب انها تكون عارفت لها انا بقى لي اسبوع ما شفتش ماما انا ممكن اسدق ان انت ما شفتهاش بس كمان ما كلمتهاش انبارحل عصر الساعة اربعة واثنين وثلاثين دقيقة كلمتها حصل؟ لا دا كانت مكالمة كده سلامات في السريع بعدين مش دا اللي حصل بالظبط ايوة ناهدة حبيبتي ازايك عاملة ايه؟ ماما عندك؟ طب طب الدهانة اسلم عليها ام المنطق عارفت منين ان انا استلمنا الشليف الساحل وبنشطط فيه احنا شغلنا يوفوش اي نوع من انواع صدف احنا الغلطة عندنا بفورة ممكن واقل واقل ابننا مستحيل واقل دا من اكفأ واخلص رجالتي ما يعملش كده دا غير ان اشتريته بصنية مكارونا بالبشامل انسى مش عارف طالع لمين القزر دا بص يا حاجة انت عارفة ماما ماما يعني اكيد مش هتكره لنا الخير ما فيهاش حاجة يعني لما اقولها على حاجة زي دي عيبك انك بتبص تحت رجلك ماما مش هتكره لنا الخير اه نهي لما مامتك تعرف نهيد اختك هتعرف ماما ولما نهيد تعرف هتيجي هي وجوزها وعيالها اللي بخطود ومامتك هتلينا فطير يا سليمان وعايز المربة وفطار وزلاب يا سليمان ونقعد سبعة في القوضة ونفرش عالارض هكمل يا سليمان كفاية كفاية بوسي ايدك يعني انا بتهالي ماما مستحيل تعمل كده لان هي عارفة ان انا واخد قرد 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 قليلا سودا اهو دا اعتراف جري كده من جارنا اعمل اي مجهود انت قلت المامتك على موضوع القرد يا سليمان لا لا انا لمحت كده عن القرد كما قلت واضح ان اصرار البيت بدأت تطلع لبرة قولي يا سليمان اي حاجة لما بتروح لمنطق وبتسألك علي وعن اكلي عن اكلي اه بتقول لها ايه لا بقول لها جميل طبعا اكل بقولتها لزيز باين مرة اه اكلك طبعا ستك كل طب اكلي ولا اكل ماما اه اكلي ولا اكل ماما اكل ماما بقى انا مش قادر استحمل اكل ماما احلى وكل مرة بقول لها ان هي اكلها احلى ولما بنزل قابل اصحابي بالليل ببقى ببقى جذبت عليكي وببقى رايح لها علشان تعملي صنية البطاطس اللي انا بحبها اللي انت بتعمليها نشفة والسلسة بتاعتها لزقة في القعر انت مش فالحة غير ان كل اسبوع تعمليلي قلقاس وانا ما بحبش القلقاس كفاية قلقاس لا للقلقاس خمستاشر سنة جواز بيقولوا لا اول الشهر بيقول لا دمي بيقول لا شعر صدري بيقول لا القلقاس نفسه بيقول لا كفاية قلقاس خلصت لا قلقاس اهو خلصت كده حلوقة خلص ايه اللي بيحصل في البيت ده واضح ان انا مش عارفة عحمي اسرار بيتي الشيطان بقى واندخل لا مش شيطان ده انت يا سليمان انت اللي بتروح تقولهم على كل حاجة مع اننا احنا ما بنعرفش عنهم ولا حاجة عندك نيهن مثلا ما عارفناش انها حامل فواد غير لما ابنها وصل للإعدادية ولا جوزها مستاذ محمود ما عارفناش ان جيله شغل جديد من بعد ما ميت بخمس سنين اه محمود مات شفت شوف يا سليمان انا مش هكمل كلام في الموضوع ده بس لازم تقولي ان دي اخر مرة وان اصرار بيتنا مش هتطلع بره تاني لا خلاص لا مش ماما ازاك يا ماما سليمان بيسلم عليك يا حبابتي وبيبوز ايدك ايه شام النسين لا يا ماما لا احنا هنروح فين احنا عاديين لا يا ماما هنروح الساحل اه جبنا يا شليه سليمان اشتراها لا ما هو خد قرد خد قرد بفايدة سبعة في المية ايه يا حبابتي عايزين تيجو تنوري يا حبابتي تنوري يا ماما ماشي يا ستة الكورة سلام سلام ايه ماما كويس ان انتو جيتو يا اولادي كنت عاهي ساشوفكم ابو طارق ايوة حاج ازاي طارق اعمل ايه يبوس ايدك حاج وانت ابو رامي ايوة حاج اخبار رامي ايه انا رامي يا حاج مش فرق وانت يا ابو مازل راشا اخبارها ايه اسمها مازل حاج ايه انا كنت عايز اشوفكم يا اولاد قبل ما موت لا البرنسة هيفضل تمام وبعدان يا حاج انت لسه شباب ولسه في العمر اكمالة ده انا اول ما اعرفت ان انت تعبان جبت ورد ورد زيادة وحمص برا على فكرة كل يومين قولونه بينفق هي غازات يومينه بتروح لحالة مين ده يا حاج لا ده اخوك عنده الرسيفر فيه مشاكل بس لا يا حاج انت الحرش الحرش ده عمره ما يتعب هو هتلاقي بس شوية شوية دهونة عالكبت تعرف فصين تقوم نص لامونة شمموا النار ولا بلاش خليه نيف نية كده وفي الاخر تروح لفف صدرك كده في فويل عشان تعرق وتقوم السطر فايق كده وترجع البرنس بتاع زماني لا خلاص البرنس خلاص نحاسس ان ده لاست أوردر لا بابا لا بابا لا بابا عشان كده جمعتكم النهاردة عشان اقول لكم السر اللي انا حشيه في قلبي بعالي عشرين سنة من ساعة ما عملت العربية لغاية ما بقيت البرنس ملك الكبدة ايه ده المصريين ياولاد اصعب ناس ترضي مزاجهم في الاكل وانا لازم اتطمن على مصر قبل ما موت لا 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 يا حاج عشان كده هقول لكم على سر الخلطة كرمال الله شبا عبد هدا فيكن يفهمني شو معنى كلمة خلطة بالأساس يابني بس بقى اللي انت بتقوله ده بقى انت خلاص لتشتغلنا انت فاكر نفسك سوري بصحيحة ولا ايه ما تتكلم عادي يابا فيه يابا ما انت اللي هيلي يابا اعمل سوري يابا وان السوري هو هيكل الله السر ياولاد السر هقول لهوق هقولي يا زلم ايه السر انه ها ايوا انه مفيش سر قال ان هو ايه ده يعني مش هتدينا اي نصايح يابا تسلقنا مفيش زود شاطة اقلل توم اعمل اي حاجة طبعا فيه سر ها بس السر مش في الخلطة السر هنا هنا فيه ده هنا ما انا كنت هقول رايح اهو هنا اه في المخ مش في الكبدة ما انا ماليش في المخ يا حاجة اول نصيحة ها زيبونك لازم يتعب عشان يجيلك الزباين تحب الساسبينتس تحب الدراما شوارع ديقة حوار مكسرة عشان لما يرسلك يحس بانتصار السجوء يحب السائع الكبدة البعيد سرها باتا شيف تاني نصيحة المينيو بتاعك لازم يبقى فيه حاجات مش مفهومة الغاز لازم تحط حاجات كده مش باين هي جاية منين يعني ورقة لحمة ها ليه ورقة ما حدش فاهم لكن هي اسمها كده عندنا ملوخية اسكندراني ملوخية عادية زي بتاعة اي بيت بس جباها علب التواب المخرامة النصيحة الثالثة زبونكم يا ولاد لازم يستنى يعني يطلب الوردر اه قبلك تنزل عينك عليه خلاص اول ما بقعد بقى بيفرفر وتعبنت ومنزله طبقة طحينا صغير كده خلد اياكل تفتح نفسه ويشكت شوية وتقعد بقى كل ما يتنرفض يسألك تفسحه تقول له اللحمة بتتسلق اللحمة بتتشوي اللحمة بتتكوي خلاص حلو كده لما يتعب منك خالص خلاص ومنزل بقى بالحاجات تمام كده هياكل اي كلام هايقول عليك بريلس ايه المخ ده بنيه اقول يا حاج اقول يا كبير انا دلوقتي هقول لكل واحد فيكم يعمل ايه في المحل بتاعه علشان حالو يمشي امشي حالسك يا حاج ايه ده علشان حالو يمشي انت يا ابو طارق امرني حاج يا ابني انت حالك في النازف اعمل اي حاجة جديدة افتح في مصر الجديدة صح محتاجينك هناك وانت يا ابو مازن امرك بي ايه فيك حاكيني عن الل لأ مبدئيا بطر الهابة اللي انت بتعمله ده واتكلم عادي وانت تبقى عكسة بطارق خالص لم فروعك ما تعملش اللي انت عامله تهتفتح 19 فرع في تريامفي بس حد يعمل شربه بالمنظر ده وبتحط جبنه ومايونيز على الشاورمة يا ابني الشاورمة ليه اقصول اللحمة طحينا الله عليك والفراخت ومية ما بحبهاش يا حاجة اتعلموها بقى وانت يا ابو رامي قول حاجة تكمل يا ابني في السجوء والاسكندراني هتغير اسمائهم اه هتكتب مثلا جنبهم ايه بكتريا الفطريات نتانة الحاجات دي بتاكل قوي مع ولاد الناس وابتم بالشطة يا ابو رامي اه الشطة يا ابو رامي ليها فايدتين اه اولا اولا بتداري على الاكل لو بايز اه وسانيا بتشغل تلكت الحاجة السقعة وكده يا ولاد هيبقى الحساب تلتمية واتناشرة جنيه هيدا واتنين جنيه توصيل ايه ده ايه ده يا حاج بابا راح يحاسب اه قصد راح يتحاسب احنا نلم الكراسي ونقفل ونمشي ولا ايه ولا لك شوف تير تلاتمية واتناش يا خيوز مبقى طيب وبعدين هنعمل ايه دلوقت هنعمل ايه هنورس يا لها هنورس؟ هنورس يا لها هو شبعب هنورس؟ هنورس هنورس يا لها مينش؟؟ مينش؟؟ مينش؟ إيه ده تصدق؟ كد غزات؟ يانها ربي دا كان انتذاخ يا دا بتحس انها موت حيب عنيش في صلمة يا باب عاربية اهو رجع على الوردر ده الحمد لله خالص كنه ولا انت بتاعمل انت هو يا دا عجين جامعة بابا عايصي ولا إيه؟ انتوا قاولين نتفاكرين له دا انتوا يفاكرين هموت وهتورسوني أنا اللي عملتكم وقدر اعمل غيركم أنا اللي دخلت ورقة اللحم مصر نحن نرسلل الطلبيات طوليك برّة برّة! فينا نوم شباب برّة! سلامتك يا بابا! سلامتك باي بابا! همدلها السلام يا حدي يلا يا عم! المساء الخير مفضل لك فاني موكي نعمل أوردر؟ لو سمعت عاوز واحد دينار بوكس وبطاطة زيادة كومبو اوكي مبيش مشاكل لا على نفس الرقم طبعا مرسي قوي فانتزارك نفس عرف الراجل ده بيحط ايه على الفراخ بتاعته سر الخلطة بتاعه عجيب قوي السر لو طلع برّة اتنين ما يبقى السر والعيب لو طلع من اهل العيب ما يبقاش عيب والقفة مو اتنين لو طلعت بو اتنين ما تبقاش قفة ايه ده مش هي المفروض بيشلوها اتنين ولا ايه على انت تيجي بقى تمسك الحواوشي لا وتقعد بقى مكاني انا هتتكلم وانا ههز راسي لا تفضل اشتغل انت انا يسف انا يسف انا يسف ايه علاقة بقى الامثال الشعبية دي كل لها بموضوع الاسرار ولا اي حاجة انا بس حاسيت ان هم طق بينزلوا مع بعض فقولت اوجد معاك نرجع بقى للسر علشان يبقى السر اللازم بيخرجش برا اتنين هتلاقي هنا انه العلماء اختلفوا في تفسير الموضوع ده فيه الرأي الشائع اللي بيقول ان اتنين اللي هم شخصين فيه الرأي المتشدد بقى اللي بيقول ان الاتنين دول اللي هم الشفتين محدش عارف ايه القوة الكونية الرقيبة اللي بتضغط علينا كده علشان نبوح بالسر نحط لسنك بقينه من وسكت مش عارف ليه حس انه لو كتم السر كده هيطلع له حب الشباب وشعره هيقع نقعد نفرق كده لحد ما نطلع السر ده وننشوره على السطوح علشان كده فيه ناس تعريف السر بالنسبة لها بيبقى المعلومة اللي بتقول له كل حد يقع يقولها الحد تاني فاهم؟ كده بقى سر ده كده بقت رحلة اسماعالية حضرتك دي جامعية كده مش سر احتفظ بسرك لنفسك اكتم شوية حاول معلل اكتم معايا معلش ايوة ايوة زي مثلا اللي بتعمل مدخلة ثلاث ساعات مع قسامة مونير عشان تقول له انها اتجوزت في السر دلوقتي مصر كلها عرفت حضرتك طب ما كنت عملتي في الماريول بقى وخلاص وكنت رقصتي في السر وزغرطتي في السر وجبتي محمود الليسي في السر خلاص بقى عندك بقى سر وطبق على قلبك قوي؟ قوله لحد ثقة يعني مثلا بالنسبة للزوجات مين اقمن حد تحكي له اسرارك وانت متطمنة تماما جوزك مش لانه ستر وغطى والسر في بير والكلام الظريف ده لقى خالص لانه اصلا مش سامع اوه صحيح بصص لها شكله متأثر اوه بيهز رأسه وكل حاجة بس هو غالبا ياما بيفكر في الاستوديو التحليلي اللي قرى بيخلص او في الجتبال اللي هيقولها لها عشان روح للعيال على القهوة او في الفسوس اللي طالع جنب مناخرها من اسبوع مبتروحش يعمل بقى تقولي بص حبيبين السر ده في واحد اي تالي فسوس هدي غريب اوه سعب بقى حد ريخم يزنقك ويسألك عن سر انت مش عايز تفشيل تعمل ايه غلوش عالسر بتاعك بسر تاني خالص والمدرسة اللي متعلق منها اللعبة دي هي اللقاءات التليفزيونية مع المشاير لما يسألهم بقى اسئلة من نوعية ايه قولنا بقى يا نجمة ايه سر رشقتك فتجاوب بكل ثقة ومن غير ما تفكر ولا تتردد ولا تهز فيها شعرة البروكلي شفت عايز سر خد سر انسى بقى انك تعرف كلمة عن عملية تحويل مصار المعدة او شد التراهلات اللي عملتها في المانيا الناس مصحصحة وفاهمة يعني ايه سر يا استاذ ايه سعلك ده بقى فنانتنا القديرة جمهورك متعطش يعرف ايه سر شبابك المفاجئ الدائم ده الرد جاهز على طول بقى شرب المية مية البروكلي مثلا قال لق يا ابني ده لو مية المحياة ما تقدرش تعمل الشغل بتاع الشد والنفخ والبتاع قال لقيا جوبت بشياكة وقالت لك سر كده عشان تلعب انت بيه لكن انت سمعت حاجة عن الفيلرس قالت حرف عن البوتوكس ما عصالش سر اه نجمنا الجميل يا ترى ايه سر نجاح مسلسلك زئاب واكي لاب طبعا الروح الحلوة اللي عند فريق العمل وهم اصلا مقطعين بعض في المحاكم عشان اسمه نزل قبل مش عارف مين وعادي فيه بقى السر اللي يستحسن لكل الاطراف انه يمضل سر فعلي زي حالة امعائك الغليظة احنا مالنا الحاجة عدت عليك الصبح بحالة كورون بغرقان في صالصة وبطاع بوزط لك جهازك الهضمي تماما وطمعا بوزط لنا اليوم احنا بالنسبة لنا كلنا خلاص بقى كدت مع الموضوع ده ما تقعدش تحكيني بقى عن صناعتك مع الحمام وازاي ربنا مسهلها لك بالتفصيل وتقعد تقلد لنا المؤسلات الصوتية اللي انت سمع على مالي او زي البني ادم اللي لما يقوم يروح الحمام ميرتحش ولا يهناله بال الا لما يشاركنا للحظة دي اللي هو انا هقوم بقى اعمل كذا فلا ليه حاسس ان دي معلومة همنا ما تخلي نشاطاتك المسيرة دي سر بينك وبين نفسك تليه بطل يقولها النا وبيكتبها على تويتر هو يحب يفشي احتفظ بحاجاتك دي لنفسك او لدكتورك زي البوكسر مثلا اللي انت ماشي يمبينه للناس بمنتهى الثقة ده يبني كده عيب دي حاجات جوانية ملناش فيها بتشاركنا اسرارك الداخلية ليه؟ هي اسمها داخلية حرفيا انا مش من عندي هي اسمها كده ده بالامار اكبر مركة في العالم اسمها ايه اسمها فيكتوريا سيكريتس فاهم الناس دي فاهمين بيعملوا ايه ده سر نجاحهم على فكرة وعلى قد ما الاسرار بيبقى فيها حاجة مغرية كده انك تفضل تنكش لحد ما تعرفها الا ان في نوعية من الاسرار الناس كلها قررت انه لازم يفضل سر لنهاية العالم ايه دي؟ زي ايه مثلا زي رغيف الحوابشي اللي لسه بتلاتة جنيه لحد انه عارضة احنا فعلا مش عايزين نعرف ايه سر احتفاظه بالسعر ده رغم زيادة الاسعار الجنونية مش عايزين نعرف ايه المخلوق اللي مستخدم جواه خالص خليها في سرك ابوس ايدك احنا حاسين وشكين وعارفين وسكتين ومش عايزين نعرف ده لو الراجل بتاع الحوابشي يقرر انه يجيلي ويزيح السطار عن السرق ده ويوتوب ويقول لي الحقيقة يقول لي باشا لسه عايز تعرف الحوابشي ده ليه بتلاتة جنيه هقول له لا لا ما تكملش ما تقولش هصلا كلت حوابشي كتير قوي كلت كتير قوي ده سعره ممتاز بصراحة سعره حلو هاد الاسعان يا لعبوسيee explanations هاد حبب انت فينك بقى انا اصلا هنا all the time ده اصلا مش بعيد대�ك تقول ما كان ده باسمي من اول ما لقيتك عاملةشة ام مع البت دي قلتا طب عليك وبعدين جايبارك وخوار حلو قوي ايه أدت خطبت مبارح انا كنت بقيت عندك مبارح ايه اصلي هيك اتعديي في الصلاة وانتي في القودة بايد مردتش بعاجب كونجراتيليشنز يا بيبي ايه اللي حاببتي بكرة بقى كينجي اختبتها الخميس الجاي ايه بجد والله يا بيت اللازينة ما تقولي ليش ايه وفي من الأسرار يا بيبي انا اصلا كنا على طرف الثاني انا اهو اهو والله شي فساد اه يا حاببتي بس نورو بقى سبقيتني وانت لك کرستو عليك بس يعني الف مبروك والله فرحتلك قوي تطين علي انا فرحانة قوي يا روح والله اهو متى قل الميكوب عشان تصديني حياةي بس اول ما ارجع تحكي لي كل حاجة بتفصيل ممال In details يا روحي ايه هاتعقل الميكوب اكتر اللي انتي عملتي ده ايه؟ عنا راسك فيها يا سيكرت كيبر وانتي أصلاً مش بيتبقى بقى كفولة انا مش بيتبقى بقى كفولة انتي قلت لها لقد اتخطبت يا بنتي يعني يا سر ما انتي كباها على الفيسبوك فيك كباها على الفيسبوك الفرانسية عشان ما حدش يعرف يا جهلة بعدين انتي انا زي التوقتي عزمها انا خطبتي انتي مانتش شايفش كليها عامل ازاي لابسة لبسة أصلاً ملوش علاقة ببعض بعدين كنتي بتضرب اكسجن انتي مش متخيلاً موقف شايفش يعني يوكي قوي اخرت عليكو ولا حاجة؟ كنتي بحطي مش غيرها ايوكو والله ايه معركة احبت الدرجة دي بقولي كاي بتنتي انتي تنتتي عندي داية فرقة بتاعك مبارس وانتي يا كلبة بقى احكيلي كل حدا بالتفصيل المملة عن العريس ده وقعتيه ازاي وش اقطت منين وفيه اكسكيوزني عشان معي موبايل اوكاي ده خطيبك؟ انا مش عارفة مالها دي هي اول ولا اخر واحدة تتخطب وبعدين اوبر قوي وبيئة جداً يعني انا مش فاهماكي بجد انتي زي تعملي فيها حركة زيتي يا حبيبتي والله كنت هقولك ساعة الخطوة بس تحستيك نايمنة على نفسك يا منيل انتي انا مش بتكلم عن الخطوة خالص انا بتكلم عبداية سويت زي تديولي قدامها بتهرجي يا ما تعرفش ان انتي بتعملي داية لا طبعاً ما تعرفش انتي عارفة دي لو عارفت هتقولي بتروحي امتى وفين ومع مين وازاي؟ مش بعيد تيجي معايا كمان بقى بس عشان خلصته جاية بألمه على ايه بناويته؟ بألمه عليه كتابة عليها كنت بقولي انتي عسولة امه لوشيكة وبعدين كنت بحاول اقناق البيت دي ان احنا نجوز علي انا؟ لا انا اخونا ياريد الحمدلله على قد كده لأ بس هي بس تبقى عايضة وانا اجيب لها حد كده بصي مني على وش القفص شفتي مني على وش القفص شفتي مني على وش القفص عسل كثافتي ولا ايه؟ لا انا مفيش انا حاسة بصي ضغط شوي طب اللي تلقاتي طب تشربي حاجة طيب تاكل حاجة لا لا انا هقوم اخسر وشيه اوكي حاوف مضيعة الله حلو قبيل شاند ديالسو جاباه من اين؟ من نفس المكان طبعاً يا روحي كوكي سنتر؟ طبعاً من الوادسايد بتاع الوكالة ده الشياكة والاناكة والوكالة شاك بس تبقى ضيح بس اسمه كوكي سنتر انا جابة نفس الشانسة دي برضو ويعند كوكي سنتر طحفة يا بنت اللازينة رجلينة خدت علي هناك من غير سوسو ها؟ ايه واحد قولي المكان دا للنورانة اوكي؟ لأ طبعاً تسرك في بيرا ولا على الوكالة؟ الا كوكي سنتر كوكي سنتر هاوكي همم بس بجد البت دي طيبة قوي وغلبنا وانا نفسها جوزها بي جميلة قوي قوي بس هي تشارك كل صحابنا للولاد من على الفاسبوك بعدين دي من الشغر للبيت ومن البيت للشغر وبعدين طيب هتعرف حد ازاي ومنين؟ تم نجيب لها احنا عريسهم دورناها كده متوزة كده يا ريت يا سوسو بس الخير لا انا مش عايدة اشرب حاجة اشرب يأوتك لي حاجة؟ لا انا هاكل هاتلي بقى حاجة لا لا انا 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 عامجة جوز نوران جوز نوران؟ ايوة اتكلموني هنا في الكافية قالولي ان هي تعبت شوية عشان هي زي ما اتوا عارفين الحمل في اوله بيبقى يعني حمل؟ اه ما هو تاني بيبي دايما بيبقى الموضوع بالصراع تاني بيبي؟ انا شكل عاكية تدوني انا اسف ارجوكم اعتبروا الموضوع ده سر عشان مفيش حد يعرف اي حاجة لو سمحك طفل طفل سرناك في بير شكرا 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 تلاشة خارط هشتغ نوران